طول عمرنا والطبيعي عارفين إن الدهب لونه أصفر لكن دهب أحمر دي جديدة عمرك سألت نفسك إيه هو الدهب الأحمر طب إزاي مصر بقت أكتر الدول تصديراً ليه وإزاي ترى ناس عملت منه فلوس كتير وإيه حكاية الدهب الأحمر ده والدخل الكبير اللي بيجي من وراه وكمان إيه هو الدهب غير الدهب اللي كلنا نعرفه كل ده وأكتر هتعرفه في الفيديو ده دايماً بنسمع عن الدهب وكلنا عارفينه وعارفين كمان لونه لكن حوار الدهب الأحمر ده دي جديدة تعرف إن الدهب الأحمر ده موجود في مصر وكتير كمان ومش بس كده ده إحنا بقينا أكتر دولة في العالم بتصدره لدول كتير في أوروبا وأسيا وكمان بندخل منه عملة صعبة ونوفر مئات فرص العمل يعني موضوع الدهب الأحمر ده طلع مربح جداً ومش بس كده ده بينافس في كل الأسواق العالمية لسه لحد دلوقتي معرفتش إيه هو الدهب الأحمر طبعاً من أول ما قلنا دهب أحمر والكل دماغه راحت في حتة تانية خالص لكن المسألة ببساطة إن الدهب الأحمر ده نوع من الفكهة بيتزرع كمان في مصر وكتير جداً ومصر من أكتر الدول المصدرة للفكهة دي والدهب الأحمر هو الفراولة اللي بتتزرع في مصر بكميات كبيرة جداً وبتتصدر لكل دول العالم وكمان مصر من أولى الدول حالياً في إنتاجها وتصدرها خلينا أقولك بالأرقام إن صدرات مصر من فكهة الفراولة تعتبر الحصان الرابح في صدرات مصر من الحاصلات الزراعية وطبعاً ده لإني ليها قيمة اقتصادية كبيرة جداً سواء كان للدولة أو المزارعين وخليني أفرحك إن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في صدرات الفراولة المجمدة بواقع 218 ألف طن والتالت عالمياً بتصدير الفراولة الفريش بحوالي 56 ألف طن لازم تعرف إن المساحات المزروعة من الفراولة حوالي 65 ألف فدان مزروع بين محافظات الأليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وبعض المحافظات التانية زي الدأهلية والمنوفية وانتشرت زراعة الفراولة في مصر لإن مكسابها بيكون كبير جداً ده غير إن الفدان الواحد بيشغل حوالي ألف عامل في السنة بخلاف عمليات ما بعد الحصاد والعمليات التصديرية طبعاً ومش محتاجة أقولك إن ده بيوفر ملايين الدولارات للدولة ده غير كمان آلاف فرص العمل طب ده الدهب الأحمر وعرفناه فبيترى بقى هو الدهب الأصفر غير الدهب اللي نعرفه فيه دهب تاني أصفر والموسم بتاعه على الأبواب وخلاص كلها أيام ومصر تبدأ تحصده وكمان ده بيتقال عليه دهب لإنه حاجة مهمة جداً ومن الضروريات بتاعة الإنسان اليومية وما يقدرش يستغنى عنه الدهب الأصفر بقى ليه اهتمام عالمي في الفترة الأخيرة وكل الدول بتسعى إنها توفر احتياجاتها منه أولهم كمان مصر موسم الدهب الأصفر ده هو موسم حصاد الأمح اللي بيعتبر على الأبواب واللي مصر بتسعى إنها توفر احتياجاتها منه ولإنه بقى مطلوب وكل دول العالم مهتمية بيه بنقول عليه بقى دهب أصفر والسؤال هنا بقى هل هنقدر في الفترة اللي جاية نوفر احتياجاتنا من الدهب الأصفر ولا هنلجأ للاستيراد اشتركوا في القناة